سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة بصلي النهاردة بركات الرب تحيط بيكم تسعد قلوبكم وتفرح قلوبكم بحضوره في وسطكم اليوم حلقتنا النهاردة بعنوان العابرين وحياة جديدة في رسالة الرسول بوليس لأهل رميا بيقول كده الرسول بوليس بيبتدي بالشكر للرب من أجل عابرين أو عابرون هذا الوقت ويقول كده أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم لأن إيمانكم ينادى به في كل العالم أشكر إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم لكل المؤمنين الموجودين الآن خلوا بالكم أن ده كان في بداية الكنيسة والرسول بوليس بيشكر الرب لأن إيمان هؤلاء الإخوة اللي كان بيتكلم معاهم ينادى به في كل العالم الإيمان بالرب يسوع المسيح عملوا في حياة هؤلاء التغيير اللي حدث في حياة هؤلاء ده كان في البداية أنا أيضا بشكر الرب من أجلكم ومن أجل عابرين اليوم من كل قلبي بشكر الرب من أجل عابرين كثيرين وكثيرات بيمروا بضيقات بيمروا بصعوبات بيمروا بأشياء يمكن مرعبة لما الناس بتسمعها لما إحنا كمان بنسمعها ولكن مع ذلك هم شهادة لإيمان بيسوع المسيح وخلاصه ومحبته للعالم واحتماله من أجلنا فهم أيضا يحتملون من أجل اسم المسيح ومجده أنا بشكر الرب من أجلكم أيضا بشكر الرب أنه النهاردة العابرين يعني مجموعة ملايين من العابرين من خلفية اسلامية موجودين في العالم كله وده يعني لم يحدث في العالم الإسلامي من قرونة عديدة زي بالضبط اللي حصل في بداية الكنيسة حصل إيمان جماعي في كل بلاد العالم اللي وصلت لها الكلمة وحصل انتشار لكلمة الله ومجد الله ومحبة الله في العالم بسرعة شديدة أنا النهاردة بقول أنه العابرين أيضا الملايين اللي حوالين العالم هيكون لهم نفس الدور كل واحد منكم هيكون له رسالة كل واحد منكم يكون رسالة المسيح في مكانه في بيته في بلده في أرضه في خدمته لكن في أنواع كتيرة من العابرين في عابرين عايشين بحرية بيعلنوا إيمانهم وفي عابرين ما بيقدروش وفي عابرين يعني عايشين فاكرين أن هم العابرين الوحيدين في البلد اللي هم فيها كتير منكم كده بيشعر بالوحدة وهو مش عارف أنه بالفعل في ملايين من العابرين في العالم الإسلامي عابرين من خلفية إسلامية عايزة أفكركم النهاردة بيوم الصلاة العالمي والعنوان يوم الصلاة العالمي اللي بنعمله كل سنة يوم 18 نوفمبر عنوانه إيه؟ أنت مش لوحدك لأنه أنت فعلاً مش لوحدك وإنت فعلاً مش لوحدك لأنكم أنت العابرين حتى ولو كنت فاكر أن أنت لوحدك في بلدك بحالها أولاً أنت مش لوحدك في بلدك بحالها لكن أنت مش لوحدك لأنك تنتمي لجسد المسيح من العابرين من خلفية إسلامية وتنتمي لجسد المسيح بصفة عامة للكنيسة بمفهومها الحقيقي أنتوا تنتموا لأسرة المسيح جسد المسيح الحقيقي الكنيسة بمعناها الحقيقي الكتابي المعنى من منظور الله ليه؟ لأنكم أنتم أبناء الله بالإيمان بيسوع المسيح وإحنا عائلتكم الأرضية والسماوية أيضاً لأن رحلتنا حنمشيها مع بعض وابنمشيها مع بعض حلقة النهاردة هدفي منها تشجيعكم ويعني إعطاء قلوبكم لمحة تشجيع تخليك تبقى عارف أن أنت مش لوحدك وأنه الله لم يتركك بلا أدوات الأدوات المعطاة لك من الله في الكتاب المقدس وفي حضوره داخلك بالروح القدس ومعاك وحولك وفي كل مكان أنت فيه وفي كل قرار أنت فيه ده لازم يشجع قلبك وإنك لا تعمل على إصلاح ذاتك ولكن الله يعمل معك لتعليمك وتشجيعك ونموك خلي ده في ذهنك ساعات الصورة بتبقى قاطمة وإحنا مش عارفين يعني طب أنا هتعلم إزاي طب إيه الويبسات اللي بص عليه طب إيه الكتب اللي أقراها النهاردة أنا مش هتكلم على ده النهاردة أنا هتكلم على اللي كلمة الله تعمله فيك التغيير اللي بيحصل لما تقبل المسيح داخلياً ولازم يكون سماره إيه لازم نواجه بعض الأمور اللي بتعقنا عن النمو في الحياة مع الله النمو يعني إيه يا أخواتي النمو يعني تغيير والتغيير مش تغيير دين ولكن تغيير كل شيء فيك وفيك لأنكم أنتم الآن خاليقة جديدة كتاب بيقول كده أنت في المسيح بقيت خاليقة جديدة يعني إيه أنا تولدت من جديد يعني إيه بقيت خاليقة جديدة يعني إيه الأشياء العتيقة قد مضت وهو ذا الكل قد صار جديدة الكتاب بيتكلم عن التحول اللي بيحصل في حياتنا من خلال قبولنا للمسيح والمسيرة في حياتنا بقوته وقوة محبته وقوة تغييره هو من يغير هو من يغير إنت النهاردة خاليقة جديدة فلازم إحنا عشان من خلفية إسلامية دايما السؤال الأول اللي يجيلي إيه أنا إزاي أدخل المسيحية إزاي أغير ديني أقول إيه عشان أغير ديني أصال لي إزاي إيه إيه الخطوات اللي أعملها هناك خطوات وهناك قوانين كتابية للفهم فإنت مش بتغير دين إنت بتغير حياة ربنا بيغير إنسان وإنت بتغير حياة على أساس تغيير الإنسان اللي جواك بتبقى بدل إنسان جسدي بتبقى إنسان روحي بتعيش بروح الله وفكرة الله بدل روحك إنت وفكرك إنت نفسك إنت وفكرك إنت فإنت دلوقتي بقيت خاليقة جديدة تغيير اتجاه فكر قلب في الحياة العملية والروحية يعني كل حاجة إنت بتعملها من الناحية العملية يعني أكلك شربك نومك جوازك شغلك اختياراتك في الحياة كل تفاصيلها إنت مش بتعمله لوحدك لو أردت ذلك المفروض كده إنه إرادتنا تكون حسب إرادة الله الصالحة المردية المنمية لروحك وحياتك ونفسك وخدمتك وعيلتك وولادك الناس تشوف فيك ثمر فيعرفوا مين المتكلم فيك فالحياة العملية لا تنفصل عن الحياة الروحية فالتغيير لازم اتجاه الفكر والقلب يتغير حتى في الحياة العملية وتفاصيل الحياة الحياة الروحية بقى إحنا بنتنقل نقلة يعني لا تقارن بمعنى الحياة وإحنا مسلمين وعايشين مقدرش أقول عنها حياة روحية خالص ليس فيها من روح الله شيء أبدا فالتغيير ده له شكل مختلف وطبعا الخلفيات المختلفة للناس هتخلي فيه يعني أرضيات مختلفة للحاجات اللي احنا اتعودنا عليها اللي لازم ربنا يغيرها فأنت لازم تفكر أما يعني مثلا أنت واحد عايش في مجتمع في الغرب دخل في إيمانك أو في أفكارك أو في حياتك العملية حاجات من المجتمع الغربي وحاجات من دينك الإسلامي السابق مثلا مثلا مش كده لكن الناس في المجتمع الإسلامي كل الأرضية بتاعتهم أفكار من المجتمع الإسلامي ومن الثقافة الإسلامية ومن الرواسب الإسلامية ومن الرواسب الشيطانية اللي بيتركها الفكر الإسلامي جوه عقل وقلب وخلفية الناس وانت بتسمع دور على خلفيتك كلام ده من منظور الله إيه ومن منظور المجتمع أو من منظور خلفيتك الإسلامية القديمة إيه كلنا مختلفين إحنا عشان من خلفية إسلامية الأرضية بتاعتنا دائماً هنرجع فيها لأفكار الإسلامية الأمر يتطلب وعي وإرادة علشان نعرف إيه اللي بيعقنا من خلفيتنا عن إننا نرى الله والحياة مع الله بشكل واضح ونترك القديم بالكامل كتاب بيقول لننسى ما هو وراء ونمتد لما هو قدام خليني يديكم بعض الأمثلة من رسائلي ومحادثاتي مع العابرين وبالطبع من غير ذكر أي أسماء أو تفاصيل أنا مش هقول إلا الحاجات المتكررة اللي بشوف فيها حاجات عامة بعض الرسائل حقراها هتلاقوها إنها ممكن تكون إنت اللي كتبتها ولكن الحقيقة إنها كانت رسائل متكررة بصور مختلفة لكن نفس المواضيع الأول هاختار الأسئلة العامة والمتكررة وعايزة إن إحنا يمكن نتكلمنا في الحاجات دي كتير قبل كده لكن مش بسرد التفاصيل اللي أنا عايزة أقولها النهاردة والمنظور الروحي الأعمق في اللي أنت لازم تفهمه عن الخطوات اللي أنت بتاخدها في حياتك مع المسيح الحقيقة الأسئلة العامة والمتكررة هي الأسهل في الرد لكنها الأصعب أحيانا في أسلوب الحياة أقول تاني وحديكم مثل يعني أنا إزاي أبقى مسيحي تقبل المسيح مخلص شخصي فيك الرد سهل وإنت مقتنع إن المسيح هو الله ومقتنع إن أنت مؤمن بي وعايزوا ليك مخلص شخصي لكن الحياة على أساس هذا الإيمان هو لنا النهاردة نفسي قلبكم قلوبكم تسمعوا الكلام ده أصعب لحد ما الله يغير قلبك ومفهومك عن الحياة معاه وعن شخصه هو أولا شوفوا الأسئلة النوعية دي من الأسئلة عن ما هو حلال وما هو حرام وهم يمكن التلاتة الأعلى في مرتبة الأسئلة اللي بتتكرر اللي حقوله لكم دلوقتي دايما الناس تبتدي الأول بالأكل والشرب الأول لازم نتكلم على الأكل والشرب فالخنزير حرام ولا حلال حقول لكم ردي وتفصيل على الرد ردي إنه الكتاب بيقول إنه كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء توافقني وكلمة أخرى يعني غير كلمة توافقني في الترجمات بتقول إنه وليست كل الأشياء تبني مش هتستخدم تستخدم في بناء حياتك فده يعم على أمور كثيرة جدا بعض الناس ممكن تنظر لده وتقول إنه إيه ده ما فيش تحديد الواحد يتوه بقى لا قوانين الكتاب المقدس واضحة جدا في إنه كل ما يليق بالله نعمله وإنه كل ما يعثر غيرك ممكن تعمله وإنه كل ما يضرك أنت يعني واحد أكل الخنزير بيوجع بطنه تبقى بتضر نفسك والله عايز يكون الهيكل اللي انت فيه ده هيكل سليم وصحي والجسد اللي انت فيه عايزك تعتني به عطيته مسألة الحلال والحرام هي فكرة لازم إن إحنا نغيرها في مفهوم كتابي ما يوافق الله وما يبني الكنيسة ويبني حياتك مع الله ومع الآخرين وما لا يعثر إخواتك والناس اللي بتتعامل معه حد عايش في مجتمع إسلامي مثلا من الخدام بيكونوا خدام من الغرب وعايشين في مجتمع إسلامي وما بيكلوش خنزير ليه مش إنهما ما بيكلوش خنزير في بلادهم أو في بيوتهم لكن ما بيكلوش خنزير قدام الناس وبيكونوا حارسين جدا علشان خاطر إنهم ما يكونش مثلا يكونوا عزمين مسلمين وما يكونش حتى عندهم خنزير في التلاجة أحيانا علشان لا يعثروهم علشان لما يقولوا ما عنديش خنزير يبقى ما فيش خنزير مش هيقولوا أنا ما باكلش ويقولوا أنا باحترمك فمش هعثرك فالفكرة كده لكن لو أنت عايش في مكان عندك حرية تكل فيه ولا تعثر الآخرين لا تعثر الآخرين هيكل زي ما أنت عايز النقطة التانية اللي دائما عليها خلاف وهي الخمر العابرين دائما يسألوا أو ناس كتيرة مش بس العابرين على فكرة المسلمين دائما يتهمونا إن إحنا بنشرب خمرة ونأكل خنزير وإن المسيحين بيسكروا والكلام ده كله طبعاً الكلام ده مش يعني ما هواش حقيقي أبداً الضوابط مش في الأسخاص الضوابط الكتابية نضبطها على مفهوم الكتاب على كلمة الله لأنه الكتاب المقدس بيتكلم عن السكر عن إنه خطية ولكن لا يمنع شرب الخمر فما نقدرش إن إحنا نقول لا بيمنع في بعض الطواقف تقولك إحنا بنشربش لأنه ده عصر مثلاً الإختلاف بين الطواقف حاجة وإنه في مثلاً كنيس في الغرب ما بيشربوش خالص لأنه في آفات في المجتمع من ناس عندها إدمان للخمر فيقرروا إن إحنا كطائفة مش هنعمل كده عشان ما نعثرش حد لأنه ده بيعتبروا ضعف ماشي ده اسمه بقى اهتمام بالمفهوم الأعلى المفهوم الأعلى إنك تكون دائماً ممثل لله أمام الناس واللي تعرفهم واللي ما تعرفهم لكن حلال حرام دي ما هيش مش هي القيمة القيمة في إنك تكون متزن إنسانياً وروحياً وتبقى عارف إنك بتعمل اللي بتعمله علشان تعطي مجد لله ولكن عندك حرية عندك حرية اختيار إمتى تستخدم الحرية بقى هو اللي هيخدني للنقطة الثالثة شوفوا من الحاجات اللي بيتهم المسلمين بيها المسيحيين بعض المسلمين طبعاً مش كل المسلمين المسلمين العقلين الفاهمين اللي عاشوا فسط مسيحيين ما بيفكرواش كده لكن دول الناس اللي بس ايه بيرموا اتهمات يقولك الكنايس وفيها سكر وفيها زنا وبيبصوا بعض وانتوا عايزين تبقوا يعني تبقوا مسيحيين علشان خاطر ما يبقاش عندكو حلال وحرام في العلاقات خارج إطار الزواج الكتاب المقدس بيتكلم عن الموضوع ده على إنه خاطية مش حاجة اسمها علاقة خارج إطار الزواج والحرية في المسيح الحرية في المسيح أرجو إنهنا لا نشوه معنى هذه الكلمة الحرية في المسيح هي حرية روحية والحرية الروحية تخليك تشوف من منظور الله الأمور إنك تكون مقدس وإنه كل اختياراتك تكون مقدسة كما يريد الله على حسب قلب الله ودي حرية مقيدة بعض الشيء لأنه زي ما قلنا مثلا أنا عندي حرية أكل خنزير لكن مش هاكل الخنزير لو ده أعثر حد لكن في حاجات بقى ما فيهاش أو لأ مفيش حاجة اسمها علاقات خارج إطار الزواج لأنها تعتبر خطيئة في رسالة سالونيكي الأولى بيقول كده لأن هذه هي إرادة الله قداستكم لأن هذه هي إرادة الله قداستكم وبعدين يروح رابط ده بالجملة اللي بعدها على طول بيقول كده بأنت متنعوا عن الزنا الزنا والعلاقات خارج الزواج خطيئة من منظور الله بالكامل لأن الزواج شيء مقدس وقبل الجواز الإنسان اللي بيرتبط بالله دي علاقة مقدسة لا تدخل فيها فحش ولا زنا ولا نجاسة ولا كدب ولا عدم قداسة ولا كل الخطايا اللي بنشوفها في العالم لأن الله نور بنغلط أب نغلط لكن نتوب على طول نتوب بنضعف أب نضعف أنا لقوا دين ولا حد من اللي بيسمعوني النهار ده ولكن بقول إذا كان قلبك بيقول لا تشمتي بيا عدواتي لإني إن سقطت أقوم إن سقطت مش إن اخترت أسلوب حياة إذا اخترت أسلوب الحياة مع الله فحياتك شريكك فيها هو الله إذا أدخلت شركاء آخرين أنت كسرت العلاقة وده يمثل علاقة الزواج الإنسان الاتنين اللي بيتجوزوا علاقتهم مقدسة لإن الله في الوسط ولإنها مقدسة في اسم يسوع المسيح ولإنها مقدسة لمجد اسم يسوع المسيح كل إخواتي اللي مش متجوزين لسه النهار ده صلي وصلي من قلبك ومن قلبك إن الله يديكم علاقة مقدسة كهذه وإنه الله يقدس قلبك فلا تعود تشتهي ما هو خارج إطار محبة الله ليك عندما يعني يرشدنا الله إنه ده خطية وده ظلمة وده يبعدك عني لإنه عايزك دايما تفضل في نوره فتستنير به فتعيش معاه فتقترب منه فتصبح شابه كل يوم فما تعققش خطية عن الحضور والقدوم أمام الله وإنك تبقى قدامه وتقوله رب أنا النهار ده عايز أبقى شابهك أكتر عايز أعرف منك أكتر عايز أتعلم عن الحياة معاك أكتر أثار الزنا والعلاقات خارج الزواج على قلبه وحياة الإنسان أثار خطيرة جدا لأنه في العلاقات اللي خارج إطار العلاقات الزوجية خليني يقول العلاقة الزوجية أولا بتربط الزوج والزوجة بالروح وبالجسد وبالفكر وبعلاقة حميمة جدا ولا وأنا مش بتكلم عن الجنس أنا بتكلم عن علاقة قلبية حميمة من المفترض أن الرابط ده بيسيب أثر في نفسك وأثر في نفسي مش كده لما الزوج ينتقل أو الزوجة تنتقل يبقى هذا الأثر الجميل اللي في إطار العلاقة الزوجية موجود في قلب الشخص الباقي لأنه كان شيء مقدس وجميل لما يكسر يبقى يبقى دخل شريك بقى أو عندما نبدأ ده قبل إطار الله المقدس فإحنا بنتشارك بقى مع ناس كتير تتلامس بقى مع الخير والشر اللي فيهم وإحنا لازم نكون حارسين إنه كل ما يدخل قلوبنا وأفكارنا وحياتنا يكون من روح الله دائما نفحص قلوبنا إننا ما نكتسبش شيء فيه شر ولكن نرفض الشر نمحص قلوبنا من الشر أوكي الحاجة التانية إنه أفكار العالم بقى يعني إزاي بقى أتعامل ما دي مشاعر إنسانية واحتياجات إنسانية أنا أسفة المشاعر الإنسانية لازم نتعامل معها بأسلوب روحي فيه فرق بين الشهوة والحب والاحتياج والله يعطيك الأدوات اللي تستطيع بيها من العلاقة معه إنك تتغلب على المشاعر اللي أحيانا تغلب على الإنسان العادي أوكي لكن عندما تفهم إن الشهوة خطية حتنفر منها روح الله اللي جواك هيقولك دي خطية لما المسيح قال من نظرة من نظرة إلى امرأة فاشتهاها فيبقى زانة بيها لإن الشهوة تقود لده على طول من هنا لإنه على طول فيه فرق بين الشهوة والحب والاحترام والتقدير ورغبة إني أشترك مع هذا الإنسان في حياة أو مع هذه الإنسانة في حياة فرق لما يكون جوانا حاجة فيها خطية أقول له رب أنا بضع أمامك هذه الخطية وبسألك إنك تملاني بنورك يا رب شيل الشهوة وحط محبة يا رب شيل الشهوة وحط رغبة في معرفتك أكتر وحط قداسة وهكذا هكذا يتعامل الإنسان الروحي مع المشاكل الروحية الشهوة خطية فهي مشكلة روحية المشاعر الإنسانية اللي تقودك إلى خطية تعامل معها بأسلوب روحي أو هتتعامل معها بأسلوب جسدي فتسقط ده اختيارك إيه نتائي الاختيار ده بقى؟ أنا حقرالكم النهاردة جزء يعني من روميا واحد بوليس الرسول بيدينا صورة كده عن الإنسان اللي بيعيش بفكر الجسد والعالم وفيها الكثير من تمييز ما هو خطية ومدى قبحه في عيون الله حقرالكم البراجراف كله لأنه يستحق لكل من يقول أنه الكتاب المقدس ما بيتكلمش عن الخطايا بوضوح ولا أنه المسيحيين بيعملوا خطايا وكلام من ده لا أنا عايزك تعرف أنه فيه فرق أنه الله في الكتاب المقدس لا يبيح الخطية لأنها ظلمة وهو لا يريد الظلمة لأبنائه وأنه اللي بيعمله إنسان ده مسؤول ده اختياره ده اختيارك أنت مش من الله عكس الفكر الإسلامي لأن الفكر الإسلامي كل شيء مقدر عليك مش كده ارجعوا لحلقة القدر بيقول كده بوليس الرسول من أول الآية 18 لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم على فكرة الإنسان اللي بيسمح للخطية إن تدخل حياته الخطية التحجب محضر الله الخطية التحجب عمل الله جواك تزيد فيها هتزيد في إنك ما تعرفش تسمع صوت ربنا ولا تبكيته لقلبك ولا تعريفه لحضوره معاك ويقولك ميز اللي انت بتعمله ده اختار ترجع توب فيقول بعد كده إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم هم عارفين إن الله موجود لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدراته السرمدية ولهوته حتى إنهم بلا عذر أنت بلا عذر أيها الإنسان معروف الخطية ومعروف اللي مش خطية لأنهم لما عارفوا الله لما لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات الناس اللي بتعبد الحاجات استبدال الإنس بالرجال وبتكلم عن خطايا كثيرة يميزها لنا الرب ويقول كده كما أنهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق أنت اخترت كده روح ده ذهنك مش أن الله قال لهم روحوا وعملوا كده لا الله قال أنا لا أجبرك أنت مصر أنك تعيش هذه الحياة وهذه الاختيارات وفي الأول بيقول الله وضح نفسه كل شيء واضح من الأول وهم عارفين الصح والغلط فبيقتاروا يعملوا كده فيتركهم الله يعملوا لهم عايزينه ده اختاروا مملؤين من كل اسم زنا شر طمعة خبث مشحونين حسد قتل خصام مكر وسوق نقممين مفترين مبغدين الله ثالبين معظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بلا فهم ولا عهد يا جماعة سلسلة من الحاجات اللي احنا ممكن نستهين بيها ولكنها تفصلنا عن الله والخطية واضحة ما يفصلك عن الله وما يبعدك عن فكرة الله خطية ده اللي يعيش بفكر الجسد والعالم الخطية خلط بين الظلمة والنور بيخلي خطايا الانسان تتفاقم من قبيح الى اقبح كثيرا انت وانت اخواتي العبرين والعابرة انتم اخترتوا الله والان هو يعينك على تغيير وكسر كل قيد روحي ارضي شطاني يبعدك عنه مفيش خطايا صغيرة ولا كبيرة وانما ظلمة او نور النهاردة اقف معايا كل من بكته قلبه على فكرة على خطية على اتجاه جسدي بدل روحي صلي معايا اقول له رب انا بتوب امامك النهاردة مفيش حاجة تعلم او تعظم عن معرفتي بمحبتك عن وجودك في حياتي بتوب امامك واضع كل فكر شرير خارج قلبي اسألك يا رب انك تبدله بفكرك الصالح المقدس يا رب انت تريد قداستنا فقدس قلبي فيك قلبي يا رب انا بتوب عن هذه الخطايا وبسألك يا رب انك تعلمني كيف اكون انسان روحي متصل بيك دائما في اسم يسوع المسيح كل اللي صلى النهاردة النهاردة صلاتك امام الله بقلب تائم مستجابة مستجابة اوعى ترجع تبص لورا تاني اكيه ايه شكل الحياة الجديدة مع الله جزء منها اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا نتوب عن اللي عملناه ان احنا نغير الارضية بتاعتنا من ارضية ارضية الى ارضية سماوية عشان كده الخطوة الاولى في الايمان احنا بنقول الايمان بالمسيح واللي اعترف بيه مخلص شخصي ايه اللي بيحصل لك لما تؤمن بقلبك وتعترف بلسانك ان يسوع المسيح هو الله الظاهر بالجسد ومخلص البشرية ومخلصك الشخصي بيحصل ايه يحصل تحول في الاتجاه انت في الاول كنت بتصارع وحدك مع نفسك مع العالم ومع الله ايضا في الاسلام كنت بتصارع مع الله بتتخانق مع الله بتقايد على تمن لعملك لكن في المسيح هو من دفع التمن في الاسلام كنا نتمنى ان هنا نخلص من غضب الله لكن في المسيح انت تدخل محضر الله من خلال المسيح انت متغطي بدم المسيح لانه بالنعمة انتم مخلصون اللص اللي كان جنب المسيح قال له اسكونني يا رب متى جئت لما لك شافه عرفه امن قال له اليوم تكون معي في الفردور ما عملش حاجة امن بالقلب وغير اتجاهه نظر الى المسيح غير اتجاهك وبص للمسيح ولما تعمل كده كل ده يغير مفهومك عن الله نفسه لانه هنا بقى يصبح الله معك وليس ضدك لا يتركك بل يرشدك ويعضدك خلي الفكرة دي في ذهنك ده مش كلام كلام الكتاب المقدس مش كلام ولكنه حياة ومختبري الحياة مع الله من اول لحظة بتقول له يا رب انا بقامن بيك وباتبعك بتشعر على طول بحلول وحضور وتغيير في قلبك وانت مش عارف اللي حصل لك ايه شهادات العابرين اللي بيكلمونا دائما شفت المسيح فحسيت قدمت نفسي للمسيح فشعرت على طول في الاسلام احنا كنا بنعمل ايه نعيش بمفهوم اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا ولاخرتك كأنك تموت غدا من اسوأ المفاهيم اللي يعني تدس كده زي السم في العسل لان الحياة يعني ده مفهوم يبدو حسن ولكنه مر جدا وغير كده اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا بتعمل ايه بتبني بقى وتحوش فلوس وتعمل وكده وتعيش الحياة بقى بالكامل وتستمتع بالحياة وكل ده مع المسيح احنا بنعيش برضو نستمتع بالحياة وحياتنا على فكرة لطيفة جدا لان الاساس فيها المسيح ينو مهما اهم الدنيا تقل علينا احنا عارفين ان احنا مركونين على الصخرة المسيح ان احنا عندنا مكان نحتمي فيه فحياتنا حتى في وسط الصعاب احنا فرحانين فرح الرب هو قوتنا لكن المفهوم الدنياوي للإسلام داخل فيه حاجات كتيرة جدا دنياوية أرضية اتجاوز أربع يعني الكلام الكتير اللي قلناه اللي دائما يقودك إلى خراب وخطايا ولأخيرتك كأنك تموت غدا دي انك دائما هتبقى عايش عايز تعمل أعمال صالحة في المسيح الحياة هنا وهناك مرتبطين لانك بمجرد قبولك المسيح انت انتقلت من الموت إلى الحياة وتبقى عارف على طول ان احنا مش من هذا العالم بتبقى عارف ان انت لا تنتمي لهذا العالم انت تنتمي للمسيح ولكن احنا لنا دور في العالم احنا مش شكل العالم احنا شكل الله لان حياتك هتشهد لله احنا بنعيش مش لأنفسنا احنا بنعيش علشان نشارك العالم في تمجيد اسم الله وازهاره ازاي ده بيبدو في حياتك انا اسف دراسة كلمة الله بتدينا مفهوم واسع وافضل جدا للصورة دي ازاي تعيش كانسان تقي ازاي تقدس قلبك ازاي تتعامل مع الله ازاي تفهم قلب الله فدراسة الكلمة مهمة جدا عندما يكون فكرك مركز على ما يليق بشخص الله في حياتك وتصرفاتك واختياراتك هتكون كل افعالك وردود افعالك هدفها مجد اسمه وحده وليس انقاذ ذاتك او تصحيح صورتك عند الناس سامحوني لان دي مشكلتنا احنا عايزين نبقى صورتنا كويسة دايما لكن انا هقولكم مثل من الكتاب المقدس انه لما المسيح بيقول اللي ضربك على خدك تديله الخد التاني المسلمين دايما يقولولنا انتو ضعاف يعني ايه وعايزين تتهزقوا الكلام ده كله من منظور العالم انك تسامح انك تغفر انك تتنازل عن حقك لهدف اعلى واسمة مش هقفة تخانق معاك علشان يعني فلوس ولا ارض ولا في ناس اولا العابرين اللي بيسمعوني النهاردة كلكم ومنهم انا خرجنا بلا شيء سبت الميراس سبت الارض سبت ده سبت ده سبت عيلا سبت ده you know لانه في هدف اعلى اسمة افضل اروع فلازم الانسان يركز على ما هو لله مش لصورتي التركيز على صورتك الذاتية ينحي الله الى جانب وكتاب بيقول لنا انه 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 النفس الانسانية عندما نقبل المسيح احنا بنموت عن انفسنا ونحيا في المسيح فنصرف زيه فنبقى زيه شوف بيقول كده الكتاب بر الله بالإيمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون به لانه لا فرق الجميع اخطأوا وعوازهم مجد الله متبررين مجانا انا وانت مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارا بالإيمان بدمه لإظهار بره من اجل الصفحة عن الخطايا السالفة بامهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بار ويبرر ويبرر من هو من الإيمان بيسوع الجميع اخطأوا وعوازهم مجد الله ومع ذلك ومع ذلك عندما تقبل المسيح هو برك هو اللي بيبررك هو اللي بيغطيك فتختار تعيش لنفسك ولا تعيش للمسيح دي شكل الحياة الجديدة للعابرين يجب اننا نسعى لاننا نكون عايشين بفكر واسلوب المسيح الخطوة التانية الملاصقة للخطوة دي هي التوبة واللي اعتراف بالخطايا التوبة واللي اعتراف بالخطايا من اهم الخطوات اللي بتحصل على طول اول ما تقوله يا رب انا بقبلك مخلص على طول بتقوله سميحني يا رب التوبة في بداية الايمان على طول زي ما بقول لكده بتقوله يا رب سميحني اغفر خطايا انا جاي مسقل انا عندي كتير يا رب فاحيانا التوبة في بداية الايمان وانت بتقوله يا رب يعني انا مسقل بالاحمال انت مبتبقاش فاهم يعني مفهوم التوبة الحقيقية بالكامل لسه لكن انت بتضع الحمل كله امام الله في الطريق بقى مع الله بتبقى بتتعلم توبة بمعنى اعمق نتعلم اننا نتوب عن تبعية اله الاسلام مثلا لان اله الاسلام شوه افكار المسلمين فنقوله رب انا ولو اني تبعت بلا معرفة ولكني اتوب وافصل نفسي تماما عن اله الاسلام وفكر اله الاسلام واطلب لنفسي منك رب فكرك انت ده اسمه رفض ده اسمه انك بتنظف من جوه قلبك وتدعو الله تطلب منه انه يملاك بروح القدوس اللي تغير هذا التشوه الى بناء الى شفاء في حاجة اسمها توبة عن الخطايا الشخصية انه رب انا في خطايا شخصية اثقلتني طول عمري ما بانسهاش لما تفتكرها توب واعرف ان الله غفرها وانسيها نتوب عن اختيارات الانسان القديم والعطيق الانسان الاناني فما نرجعش تاني يعني نشوف الله بنفس الفكر القديم التوبة ابتعاد عن الماضي وعن الخطيئة التوبة بتمسح القديم لان الله هو الغافر لان الله بيقول ايضا خطياكم لا اعود اذكرها ليه رب انت بتقول خطيانا لا اتعود تذكرها لانه عايز العلاقة اللي بينك وبينه تبقى صفحة بيضة مقدسة التوبة ايضا عمل دائم في حياة العابرين وده شكل الحياة الجديدة مع المسيح التوبة عن كل فكر عن كل همسة عن كل عن كل كلمة تعثر اخي عن عن امور ما كنتش عارف انها ممكن تكون خطية تبقى بتوب كل ما ترفضه من أعمال إبليس ورفضك ليه يهزمه يهزمه في حياتك وهزم على الصليب لكن يهزمه في حياتك رفضك ليه باستمرار يهزمه في حياتك كشفك لألعابه يهزمه في حياتك بقوة الله وعندما لا نستطيع ان احنا نفسر يا رب اللي حصل في حياتي في ايه المشكلة اللي انا عايشها المشكلة الروحية اللي بتعقني ننظر إلى الشيطان كده ونقول له لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب يا عدو الخير والله يعينك التوبة خطوة للأمام خطوة للأمام بيقول كده الكتاب فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله بل نفتخر أيضا في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تسكية والتسكية رجاء والرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتى لنا إذ كنا ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطامات المسيح لأجلنا فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب إحنا كنا أعداء الله ولكن المسيح صالحنا مع الله فأنا وإنت اليوم عندنا عطية لا نستحقها بكل شكل لأن الجميع زاغوا وفسدوا لأن طبيعتنا فسدة ولكن المسيح أعطانا طبيعته هو دلوقتي طبيعته الجديدة فلا تستهين بيها وما تستكترهاش على نفسك لأنه أنت مش بتستكترها على نفسك أنت بتستكتر أنه نعمة ربنا ممكن تكون كبيرة قوي كده؟ لا نعمة ربنا كبيرة تغطيك وتغطيني وتغطي خطيانا جميعا في خطوة أخرى مهمة في الكتاب المقدس وهو المعمودية المعمودية والنمو في الإيمان اللي اتنين يعني فيه ناس يقولك المعمودية الأول تؤمن تتعمد تتلمس وفيه ناس يقولك لا إحنا بنقول إنه التلمس وبعدين اتعمد لكن مش دالة أنا بتكلم فيه يعني هديني أقراركم رسالة من الرسائل اللي جات لي من أحد العابرين بيقول أنا عملت الخطوات الأولى في قبول المسيح التوبة التلمزة لكن مش عارف أتعمد مش دقي حتة أتعمد فيها لأن ما عندناش جنيس واحد تاني بيقول أنا من اليمن وأنا بقول اسم البلد لأنه كثير من الإخوة في اليمن بيكونوا في مناطق يعني مغلقة جدا وبيكونوا عابرين لكن يعني والسنين طويلة ولكن لا يجدوا مكان للمعمودية ولا يجدوا فرصة للمعمودية أحيانا بيحصل وأحيانا ما فيش إمكانية يعني الأخ ده يعني شوية دايما بيأثر فيه لأنه بيقولي المشكلة الوحيدة اللي عندي أنا بقالي مؤمنة كذا سنة وأنا فرحان بالرب وعايش مع الرب لكن المشكلة إن أنا مش عارف أتعمد أنا الآن بدون معمودية أنت مقبول أمام الرب كما أنت الناس ما بتبقاش عارفة صعوبة المعمودية أحيانا فيه أحيان كثيرة وبلاد كثيرة لكن عايزة بشركم إن الله بيفتح أبواب كثيرة وإن الله له في كل وقت توقيت يعطي كل شيء في حينه وإنه لا يتأخر فالمعمودية لا تنقس من إيمانك ولكنها مهمة وواجبة وهتحصل في مشيئة الله لكن يعني مش خطوة تعيقك ما تحسش إنك ناقص أمام الله هي مهمة جدا وشعور غير عادي لكن اهتم بنموك في الإيمان وتواصلك مع الله بشكل دائم النقطة الرابعة هي النمو في الإيمان وفاهم الكتاب المقدس روح الكتاب وسوط الله يغيرك قضاء وقت في علاقة شخصية مع الله والصلاة معاه والصلة معاه عايزة أقول قبل ما أقول الصلاة لأننا اتكلمنا في حلقات كثيرة عن موضوع إن الصلاة صلاة ولكن الصلاة بالله اتجاهين تعودنا إن إحنا نقعد أمام الله ويعني نلقي بما في جعبتنا ونقول شوية صلوات وأنا مش يعني مش بقول إن ده ما يحصلش أنت لازم تبقى حر في الجلوس أمام الله والحديث مع الله وتقول اللي في قلبك لله ولكن أخي وأختي اعطي وقت للرب يتكلم معك اجلس في صمت أمام الله أيضا اطلب من روح الله إنه يفهمك الكلمة اللي بتقراها والصلاة اللي بتقولها والصلاة حسب قلبه شكلها إيه العلاقة الشخصية منقول كده أنا عندي علاقة شخصية مع الله العلاقة الشخصية تجاهين إن لم تسمع فإنت يعني في أي علاقة بين أصحاب لو أنت بتتكلم على طول أنت مش هتستفيد مهما علت محبة قدامك يعني في الآخر هيقول يعني مش عارف حلله مشكلة يا أخي مثلا يعني لكن بالنسبة لله طبعا ده تشبيه صغير بالنسبة لله هو في قلبه الكثير الذي يريد إنك تسمعه إنك تتعلم تسمع صوته إنه يوريك الكلمة في الكتاب فتقوله يا رب أنا عايز ده أنا أشتهي إنه إني إني أخذ شهوة قلبك ليه يا قدستي علمني يا رب أنا عايز ده يا رب البر يعني إيه علمني يعني إيه برا الديني يا رب فكر جديد إديني تصرفات جديدة خلاف طبيعة الإنسانية وخليها طبيعة مقدسة إلهية زيك النمو عايز جلوس أمام الرأة وعايز دراس دراسة متقنة للكتاب المقدس ومنظمة اقرأ الكتاب بالتسلسل واقرأ الكتاب كل يوم واكتب ملاحظاتك على ما ترى وما تقرأ وما تسمع من الله عايزة ديكو أدخل في نقطة تانية سريعة المشكلة بيمر فيها العابرين وهقول فيها كلمتين ودي اللي حني بيها بقى أحد الأخوة بيقول لي أحد العابرين الأدام بيقول لي أستاذ أماني بعد إذن حضرتك تتكلمي عن معاملة المسيحيين مع العابرين لأن المعاملة يعني بقت أول ما يعرفوا أن الإنسان ده عابر بتحسي أنه يعني حاجة وقفتهم يعني نفسهم بتتقفل مننا بتفسير الكلمة يعني فيعني بيقول لي أنا عابر طب احترس بقى من المسلمين اللي بيطردوني ولا من المسيحيين اللي مش عايزين إني يعني أنتمي ليهم ولا فهمني خليني أقول كلمة للكنيسة وكلمة للعابرين كلمة للكنيسة عايز أقول لك أنه ما تحكمش على الغير ولكن بارك يعني دي الكلمة دي للعابرين ولكنيسة للكنيسة وللخدام بقول انظروا إلى قلب الله ومسؤوليتكم الأولى كلمة الله مش إنك تحكم على قلب غيرك لكن بارك الموجودين بالكلمة بالتصحيح بالتلمزة بمحبة الله إحنا بنخاف لما بنخاف على أنفسنا لكن أنت مسؤول كابن لله عن كلمة الله تسلمها والأمانة اللي عندك تديها للي قدامك واللي قدامك مسؤول يعمل بها إيه لكن لو هتخاف على نفسك مش هتشارك كلمة ربنا فلو سمحتوا ما تحكموش على العابرين إحنا مش مختلفين عنكم بالعكس إخواتكم وإحنا في جسد واحد أيضا أنا يعني عندي فهم لأنه الكنيسة بتخاف من وجود العابرين فيها ولكن ده لا يعني أنك تعاملهم بصورة مختلفة وأنهم يحسوا أنهم جنس آخر هم يعني عايشين بنعمة ربنا وإنتوا ممكن تكونوا المدد الوحيد ليهم فصلي من أجل ده الموضوع محتاج توبة كبيرة بالنسبة للعابرين عايز أقول لكم حتى ولو مريت بالتهادات من الكنيسة ما تحكمش على غيرك أنت مدعو أنك تعيش بصورة أفضل حتى لو إخواتك ما إبلكش في بداية حياة بوليس الرسول وبعد تلمزة وبعد رسالة قدامها كان في خلافات بينه وبين بعض الرسل بعضهم كان ليه اتجاه وهو ليه اتجاه تاني انفصلوا وبعضهم كانوا بيشككوا في اللي بيقولوا لا أنت عايز تغير الاتجاه لحد ما الاتنين قعدوا أو المجموعتين قعدوا قدام ربنا وقبلوا التصحيح من الله مش أنفسه أنا مؤمنة جداً اللي عابرين من خلفية إسلامية هم شهادة حية عن محبة الله أمام أهلنا بالجسد وأهلنا في الكنيسة حتى وإحنا مضطهدين من الناحيتين لكن عايز أقول لك يا أختي وأخوي إحنا ما عندناش احتياج بعد الغنى بالأغنى وبالأعظم المسيح أنت غني روحياً وإنسانياً وفي كل شيء بالمسيح فما يكسرش قلبك أهلك اللي بيرفضوك ولا إخواتك من الكنيسة اللي بيرفضوك عايزين نسمحهم لأنهم ما يعرفوش اللي بنمر بيه وإزاي بنعيش افتكر نعمة المسيح عليك وده هيهون عليك أمر اضطهاد الإخوة لك عيش بروح الله المعلم المعين المقوي في كل الشدائد وكون مثل لمحبة الله وغفرانه وخليك مسؤول عن قلبك أنت في واحد من الإخوة قال لي مرة الأسيس اللي تلمزه في يوم قابله في الشارع كده فشك فيه قال له أنت لسه مؤمن ولا مش مؤمن فالأخ العابر غضب جداً وقال أكلم الأسيس بشدة أنا عزراء لأننا بنهاجم بده كتير جداً هو أنت مؤمن ولا مش مؤمن أنت مالك خليك أنت مؤمن خليك أنت مؤمن وتصرف كمؤمن لكن أنا هقول كلمة اللي عابرين حتى ده ما يغضبكوش فما تكونوش عصرة للكنيسة لما يقولوا أنه أوه لا بقى دول غضبين دول مش عارف إيه لا ما تكونش عصرة سبها للرب قل له الله يدافع عني وأنا صامت لكل عابر وعبرة أي حد يتهمك قل له الله يدافع عني الله يرد حقي الله يظهر مجده لأنه ما فيش شيء من الدينونة بعد على أبناء الله مرة تانية عايزة أقول لكم أنتم مش لوحدكم ولكن أنت وأنتي تقدروا تختاروا أنكم تعيشوا فعلا حياة جديدة متجددة مع الله في المسيح إن لم يكن لهذه الحياة سمار واضحة في حياتك ففي حاجة نقصة بس البشرة الحلوة أن الروح القدس اللي جواك وكلام الإخوة والتلمزة والبرنامج اللي أنت بتشوفه دلوقتي وكلمة الله الخاصة بيك دلوقتي والبرامج القادمة اللي هيكون فيها دائما حاجة للعابرين ومن العابرين هتكون دائما تنبهك تقودك تشجعك ارجع دائما أنه يكون مركزك المسيح كل محبتي لكم بشكر الرب مرة أخرى أنه العالم كله بيشهد لمحبتكم للمسيح وللحياة الجديدة اللي أعطاها لكم المجد لله وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة